ده زيو حاك شايفة ده اللي شمال الأورتي بيبقى دية يبتدي يخش الصمام على دعامة كان الأول الصمام يعني طريق قلب المفتوح ده حاك يبص الصمام داخل على دعامة ويبتدي إحنا برضو بنوسع الدعامة دي إن الصمام يبتدي يفتح تدريجي ويوسع الصمام الأورتي ده زيو حاك شايفة الصمام داخل وخارج جوه إيه ده الصمام الصناعي يبتدي يفتح تدريجياً يبتدي إييس درجة الدخول للصمام جوه البطين ويبتدي للصمام يفتح تدريجي لغاية ما ياخد شكل الأورتي ده في حالة الانسداد يا دكتور ده في حالة الانسداد أوضح حاك يفتح الصمام زي ما شايفة في الصمام الأورتي استخدامتوا دقائق عن طريق الصمام الأورتي وبعد حالات الصمام الميتراري والثلاثي بس الشائع وديء الصمام الأورتي خصوصاً الضيئة عن طريق التكلس أو السن مع السن ممكن يحصل ضيئة في الصمام الأورث ده إصلاحه دلوقتي عن طريق الطريق اللي حد شايفها دلوقتي ده حاجة يعني أبسط بكتير قوي من الجراحة لأن الجراحة كان خصوصاً للسن الكبير أو مشاكل المختلفة بينجو كلي وقلب مفتوح فبعده في مشاكل كثيرة بالنسبة للجراحة خصوصاً في السن الكبير أو المشاكل الأمراضية المختلفة المصاحب لدي الصمام الأورثي